أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول، كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية الكتاب الثاني، كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي زيرو مية تلاتة وستين ستة وخمسين متين ستة وتسعين تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء اشتركوا في القناة عزائي طلبات وطلبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم ستة وسبعين مساء الخير على كل طلبنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتبقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتفع البرنامج وندنوا من الكمال النهاردة عندنا حلقة مراجعة على نص المنهج بالنسبة للكمياء للسنوية العامة وهيكون في ديافتنا أحد كوادر المادة على مستوى الجمهورية هيكون معنا لأستاذة صفاء أحمد مساء الخير وهيكون معنا أيضا مستر محمود الديب أهلا وسهلا زيكا مستر أحمد وأهلا بمستفاء ومستر محمد أهلا بيك علينا معنا أيضا مستر محمد صابر زيكا مستر محمد الله السلام وبركاتك بيه الحمد لله تمام النهاردة زي ما قلنا لكم في مراجعة على مادة الكيمياء نص المنهج وهيكون في ديافتنا الأساس اللي احنا تفضلنا وقلنا أسمعهم دلوقتي وهياريت طلاب بتاعنا كلهم يركزهم معنا كل الأسئلة دي لأنها قائمة على أعمال الفكر والتركيز تماشية مع النظام الجديد للسنوية العامة هنبدأ الحلقة بتاعتنا مع الأستاذة صفاء وياريت المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نومبر وان صفحة رقم واحد فضل الصباح بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال عندي التركيب الإلكتروني لعنصر اليوتريوم تسع وتلاتين ينتهي طبعا وأنا بوزع اليوتريوم هقرب لأقرب غاز خامل الكي آر ستة وتلاتين هفتح عندي هنا الفايف اس اتنين إلكترون يبقى أنا تمانية وتلاتين ثم الفور دي واحد إلكترون يبقى الاختيار رقم بي تحتوي الدورة إن في الجدول الدوري السؤال الثاني على هنا السلسلة الانتقالية التي ردبتها نقاط طبعا هنا وهي تتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي أكيد الإجابة هتبقى رقم بي إن ناقص ثلاثة وإن ناقص واحد دي تستخدم طريقة فشر تروبش ده السؤال الثالث فيه طبعا كلنا عارفين تحويل الغاز طبعا هنا المائي إلى وفود سائل جميل جدا هنتقل للصفحة رقم اثنين مع مستر محمود الديب طيب معنا كده السؤال الرابع بيقول لي أنا يمكن الخصول على مبيض الفطريات من مركبات نقط ونقط أو عندي أنا نديني أربع اختيارات الفكرة اللي قدامنا احنا كنا بناخد في الباب الأول اللي في عندي أهميات اقتصادية كان من ضمن الأهميات مبيض الفطريات ده بستخدمه في مادتين اتنين كابريتات النحاس أو كابريتات المنجانيزية بل إجابة اللي عندي هنا هتكون لعنصرين اتنين في اللهم النحاس والمنجانيزي الإجابة رقم بي السؤال اللي بقعد رقم خمسة بيقول لي هنا عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى عدد الإلكترونات الموجودة في آخر مستوى فرعي له طيب بيساوي عدد المستوى تتقل إيه؟ الفرعي طيب يستخدم هذا العنصر في إيه؟ السؤال ده كده بنظام الأوبنبوك لازم حضرتك تقرأ معايا كده عدد الإلكترونات اللي موجودة في آخر مستوى هو هنا المفروض يكون المستوى دي بيساوي عدد مستوى اللي أنا وزعتها فيه لما جادي عدد المستويات لغاية يديها لقوم سبعة يبقى المفروض هنا دلوقتي آخر مستوى عندي الوسر دي يكون فيه سبع إلكترونات لما يجي أبص سينا دلوقتي للعنصر ده ألاقيه بيستخدم فيه البطاريات الجافة في السيارات الحديثة السؤال اللي بعده يقول لي عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى جميع أربية ثلاثة مكتملة بالإلكترونات طيب يعني إيه معنى الكلام ده؟ تام الامتلاء يعني السري دي بتاعته بعشرة طيب لما يجي أبص العنصر ده ألاقيه عنصر الخرصين طيب يستخدم في إيه؟ قلنا يستخدم فيه جالفانة المعدن حميل جدا ننتقل للصفحة رقم ثلاثة مع مستر محمد صابر تمام عندي السؤال السابع بيقول عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي في زرة عنصر عدد الزرة أربعة وعشرين بيساوي طبعا إحنا لازم نوزع العنصر اللي عدد الزرة أربعة وعشرين ونفتكر إن هو ده كروم اللي كان بيبقى فيه شزوز في توزيع الإلكترون بتاعه وبالتالي إحنا نجي نوزعه طبع أقرب غاز خامل فأقول أرجون ثمانتاشر بعد كده أربعة إس واحد ثلاثة دي خمسة خلي بالنا عشان هو هنا بيسأل في المستوى الطاقة الخارجي يعني المستوى الطاقة الرئيسي المستوى الطاقة الرئيسي هنا يعني المستوى الطاقة الرئيسي الخارجي اللي هو الرابع وبالتالي أنا أوزع حسب مستوى الطاقة الرئيسية وبالتالي يبقى هدور على أكبر عدد كم رئيسي ظهر في توزيع اللي هو أربعة إس وكان فيها واحد يبقى الإجابة الصحيحة هنا ان المستوى الرئيس الرابع فيه الكترون واحد بس خلي بالنا علشان خاطر ما نوزعش حسب المستوى الفرعية ونعتمد على التوزيع بتاعها وننسى ان احنا شغالين هنا هو بيس على المستوى الرئيسي مش الفرعي بالنسبة للسؤال اللي بعده بيقول لي عنصر اكس من السلسلة الانتقالية الاولى برضو يحتوي على الكترون مفرد في المستوى الرئيس الاخير فان التوزيع الالكتروني لأيون وموجب اتنين هو ايه طبعا ان المستوى الرئيسي الاخير فيه واحد في عناصر السلسلة الانتقالية الاولى كم موجود مع عنصرين الكروم 24 اللي احنا لسه موزعينه اللي هو 4S1 3D5 وكذلك النحاس اللي هو 4S1 3D10 يبقى انا عندي هنا احتمال من الاتنين انا هفقد اتنين الكترون طبعا هفقد الاس قبل ما هفقد من الدي فهنا هفقد واحد من الاس هفقد من الدي كمان واحد يبقى اذا الدي يبقى فيها تسعة يبقى فيها اربعة طبعا هو مديني الاختيار رقم به 3D4 ومش موجود الاختيار 3D9 يبقى الاختيار الصحيح الاجابة رقم به بالنسبة لسؤال التاسع في الجدول التالي بيعبر عن جهود التأيون لاحد لعناصر بوحدة الكيلوجول لكل مول مديني جهود التأيون وجهود التأيون ومقدار الطاقة اللازمة لفصل اقل الالكترونات ارتباطة من الزره المفرده في الحالة الغازية جهود التأيون الاول يبقى افقد الالكترون الاول التاني هفقد التاني والتالت يبقى افقد الالكترون التالت من الزره هو من الايون بشكل ادقل لانه بقى خلاص فقد اتنين هللاحظ هنا علشان خاطر نحسب الصيغة المحتملة اللي هو طالبها مني للمركب الناتج من اتحاد العنصر مع الاكسوجين لازم اجيب تكافؤ العنصر تكافؤ العنصر يعتمد على عدد الالكترونات مستوى الطاقة الاخير بتاعه وبالتالي انا هنا لازم من جهد التأيون احدد هو فيه كم الكترون في المستوى الرئيس الاخير هللاحظ جهد التأيون الاول كان 700 التاني بقى 1400 يعني تقريبا نزل للضعف التالت هلأي 7000 يعني زيادة كبيرة جدا جدا وبالتالي ده ادى اكيد الى كسر مستوى الطاقة مكتمل وبالتالي يبقى المستوى الرئيس الاخير فيه اتنين الكترون اذا العنصر سنائي التكافؤ وبالتالي لما يخش مع الاكسوجين في المركب والاكسوجين كمان سنائي التكافؤ الاثنين تروح مع الاثنين اذا الصيغة المحتملة هنا هتبقى هي الاكس او تمام سنة مستوى محمد ننتقل للصفحة رقم اربعة مع الاستاذة صفاء احمد سؤال اللي هنا بيقول لي العامل حفاظ طبقا للتفاعلات التالية حبص على التفاعل يبقى لازم افتكر العامل حفاظ العامل حفاظ هي مادة يلزم منها وقليل تزيد هنا من معدل التفاعل الكميائي دون ان تتغير او تغير من موضع الابتزان اذا معنا كده لو انا بصيت على التفاعلين هلاقي طبعا هنا الواي تو او فايف دخلة في بداية المعادلة الاولى وانتهت هنا خرجة معايا في المعادلة التانية اذا معنا كده العامل حفاظ دخل وخرج من التفاعل كما هو يبقى الاختيار بتاعي صحيح الاختيار رقم ب اللي هو واي تو او فايف السؤال اللي بعده الشكل المقابل يعبر عن مصار الطاقة لتفاعل ما يرمز فيه الحرف نقط بنقول في طاقة التنشيط عند استخدام عامل حفاظ حبص على المنحنة اللي قدامي انا طبعا واخدى المنحنة علشان اتكلم على طاقة التنشيط باستخدام عامل حفاظ يبقى من بداية المتفاعلات الى منحنة الطاقة اللي هو باستخدام عامل حفاظ اللي هو المنحنة الاقل إذن الحرف اللي حيعبر طبعا هيبقى عندي الاختيار ألف ده الصحيح اللي هو الحرف B هنيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي هنا في الشكل المقابل هبص على طبعا أكيد طبعا جاب لي رسمة في الامتحان أعرف كويس جدا إجابتك موجودة على الرسمة هبص كده في الشكل المقابل طبعا هنا بيوريني الآيونات وهنا بنقول حالة الانحراف للميزان في وجود طبعا عدد من الآيونات أنا عارف كويس جدا كلما زادت عدد الإلكترونات المفردة كلما زادة طبعا في الدي بي زيد طبعا عندي هنا الانحراف وبنقول المادة بتصبح مادة بارة مغناطسية هبص على جميع الآيونات الموجودة عندي هلاقي إن أنا عندي في ألف بلاقي عدد هنا بنقول الإلكترونات الموجودة في أيون الفناجم موجب طبعا عندي 2 هيبقى 3 إلكترونات مفردة هبص هنا عندي على الحديد موجب أيونو موجب 2 طبعا عدد الإلكترونات المفردة 4 هبص على هنا المنجنيز موجب 2 أيونو حلاقي عدد الإلكترونات المفردة في الدي 5 حلاقي هنا عندي فعنصر كروم طبعا إسي آر موجب 3 عدد الإلكترونات المفردة هكون طبعا تلاتة أكيد الاختيار طبعا اللي هو فيه أكبر عدد من الإلكترونات هيكون الاختيار رقم جيم اللي هو MN موجب 2 خمس إلكترونات مفردة تؤدي لزيادة انحراف طبعا فيه هنا بنقول مؤشر الميزان جميل جدا ننتقل للصفحة رقم 5 مع نستر محمود الدين كده معنا السؤال رقم 13 كمان بيقول لي هنا إذا علمت أن الآيون الأدامي ده بيقول لي M X by 6 وهنا قس كام أو عندي هنا دلوقتي Y فوقيها ده كده صيغة الآيون بتاعتي بيقول لي وكانت الآيون بتسوي كام 3 طيب يبقى الشحنة اللي قدامي هنا على الآيون ده كله هيتحط هنا كام 3 بيقول لي فإن كل من الـ M والـ X على الترتيب تمثلان إيه؟ الفكرة اللي قدامنا ده كده عبارة عن جزء من مركبات عندنا بنسمعه في كامية كومبليكس طيب فهي كل الفكرة اللي قدامي أنا بتعامل إزاي مع المركب ده المفروض دي كده فكرة أوبن بوك طيب ببدأ دلوقتي أشوف الـ X اللي عندي ده لو بيحمل شحنة يبقى بدخلها في الحساب عندي لو ما بيحملش شحنة يبقى بتعامل مع الأرقام على طول طيب لما جي هنا دلوقتي أتعامل معاه هلاقي الإجابة الأنسب هكون الإجابة رقم B اللي هو هيبقى عندي هنا الـ X هتبقى NH3 وعندي هنا دلوقتي الـ M هتكون عبارة عن الحديد هيبقى هنا حال التأكسد ومجاب 3 السؤال رقم 14 بيقولي في الشكل المقابل طاقة التنشيط اللي التفاعل بتسوي إيه؟ طيب الفكرة اللي قدامي لأنه جي أشوف هنا طاقة التنشيط ببدأ دلوقتي أشوف بداية المتفاعلات وأعلى قمة عندي وصلت له طيب المتفاعلات اللي عندي وصلة هنا دلوقتي الـ Y طيب ببصت على المحوى الرأسي طيب بوصلة لغاية القمة اللي هي عندي مين؟ عندي Z يبقى الإجابة بتاعت السؤال 14 برضو هتكون به اللي هي هتبقى زد ناقص Y السؤال اللي بعد هو رقم 15 نفس الفكرة بيقولي أيا من التالية يلزم تقليلها لينتهي التفاعل في أقل فترة زمنية ممكن السؤال ده زاكي شوي الفكرة اللي قدامي أي تفاعل ببتدي أرسمه بطاقة التنشيط هو هنا دلوقتي في البداية من غير استخدام عامل حفاز فبيكون القمة بتاعته طبيعي طيب أول ما بحطي لي عامل حفاز بلاقي هنا دلوقتي قمة التفاعل دي اللي وطاقة التنشيط بتبدأ تقلي شوي فهي هنا دلوقتي هو المفروض بيقولي أيا من التالية يلزم إيه؟ تقليلها طيب القمة اللي عندي دي ممكن أعتبرها بالنسبة للتفاعل الطردي أو التفاعل عكسي لو اعتبرتها في التفاعل الطردي ببتدي أحسبها مع المتفاعلات طيب لو بحسبها للتفاعل عكسي أحسبها مع مين؟ مع النواة يبقى الاختيار الأنسب عندي هنا يكون الإجابة رقم دال اللي هي تبقى ثلاثة وكام واربعة جميل جداً ننتقل للصفحة رقم ستة مع مستر محمد صابر السؤال رقم ستاشر بيقول أيا من ما يلي من خصائص عنصر السكان ديوم أول اختيار معنا بيقول تتعدى نسبته خمسة من عشر تلاف المئة من وزن الأرض طبعاً الكلام ده مش منطقة خالص لأن احنا حتى لما بنقول نسب بنقارنها بوزن القشرة الأرضية وكمان هو نسبته في الكتاب المدرسة خمسة من عشر تلاف وبالتالي مش هيتعدى الثاني حاجة يستخدم صناعة كاميرات التصوير النهاري لا هو بيدخل في مصابيح أبخرة الزئبق وبالتالي هو مش بيخش في الكاميرات بيخش في المصباح ثالث نقطة معنا بيستخدم صناعة تقارات حربية لزيادة سرعتها وشدة صلابتها طبعاً وكان بيخش مع الألمونيوم عشان يكون سبيكة تتماز بخفتها وشدة صلابتها وده سؤال يبقى ده محل نظر معنا لما نشوف رقم ده بيقول لي يعطي حالة تأكسد موجب 2 وموجب 3 في كل مركباته طبعاً ده كلام غلط لأنه مالوشة لحالة تأكسد واحدة بس لها موجب 3 وبالتالي بقى الإجابة الصحيحة يا رقم جيم سؤال 17 بيقول البيرولوزايت أحد مركبات المنجانيز الهمة حالة تأكسد المنجانيز في موجب 4 أهم العبارات التالية لا تعتبر صحيحة خلي بالنا عشان خاطر ما نغلطش ونفتكر أنه بيصال عن الصحيحة هو بيقول هنا مين اللي مش هتبقى صحيحة تعالوا نشوف كده عامل مؤكسد قوي ومزل الألوان النقطة دي ممكن تبقى صحيحة معنا بدلالة النقطة رقم به بيقول صغطه الكيميائية مين نقطه وبالتالي يبقى ده ساني أكسد منجانيزه ده احنا عارفين أنه عامل مؤكسد قوي يبقى إذا ألفه به معنا لتنصح إنما هل هو غير قابل للتماغنط؟ طبعا المنجانيز موجة باربعة هيبقى فيه إلكترونات مفردة وبالتالي تبقى مادة بارة مغناطسية وبالتالي يبقى قابل للتماغنط يبقى الإجابة ديت مش صح لأنه قابل للتماغنط يبقى كلمة غير قابل للتماغنط حاجة مش صحيحة بالنسبة لسؤال 18 بيقول لي أي من المعادلات التالية يكون هذا الجهاز مناسب لها الجهاز اللي عندنا فيه دورق مخروطي مكتوب عليه خليط التفاعل وكمان فيه حقنة أو سرينجة بيتجمع الغاز يبقى إحنا الجهاز ده محتاجين نطلع منه مادة غازية إذن هنشوف المعادلات الأربعة اللي عندنا أنهي تفاعل مطلع مادة في صورة غازية هنلاقي أن التفاعل التاني والرابع الاتنين مطلعين مواد في صورة غازية بس التفاعل التاني هنوقف معاه شوية هنقول إن فوق أكسيد الهيدروجين ده المفروض إنه أصلا بيتفكك لماء أكسوجين بس السرعة بتاعته بتبقى بطيئة قوي ليه؟ لأنه بيحتاج لساني أكسيد المنجنيز كعمل حفاظة عشان يطلع على الأكسوجين وبالتالي تبقى الإجابة الأكثر منطقية التفاعل الرابع عشان خاطر هيبقى فيه تفاعل سريع معنا على كربونات الخرصين وحمد الهيدروجلوريك يحصل فوران سريع ويطلع غاز ساني أكسيد الكربون وبالتالي تبقى الإجابة الصحيحة يا التفاعل الرابع ننتقل للصفحة رقم سبعة مع الأستاذة صفواء أحمد معنا السؤال هنا بيقول لي الجدول طبعا التالي بيوضح طبعا بعض خصائص بعض هنا إيه العناصر مديني الإكس والواي والزي الجدول ده موجود طبعا في كتاب المدرسة أو كتاب المدرسة طبعا متاح لكل الطلبة على موقع الوزارة موجود في صفحة سبعة في كتاب المدرسة الجدول هنا بيوضح لي خصائص عناصر عمصر طبعا معي أول واحد سكانجيوم ثم عناصر التيتانيوم ثم هنا طبعا عندي زد عنصر الفناديوم السؤال هنا بيسألني بيقول لي العنصر الذي يستخدم هنا طبعا بيقول لي قصبغ في بعض الصناعات وقابل للطماغنط وعمل حفاظ بكثير من الصناعات هو لو مقال ليش كلمة العنصر كان قال لي أحد مركباته كنت أكيد طبعا هنا بكلم على خامس أكسيد الفناديوم طبعا العنصر هنا لو بكلم على العنصر هو عنصر الفناديوم ولكن مركباته هي اللي بتستخدم طبعا في عمليات الصبغ قوي طبعا هنا صناعة مناطيات فائقة طبعا هنا ايه التوصيل اذا هنا هختار طبعا سؤال اجابة رقم ده لا توجد اجابة صحيحة لان انا بتكلم على المركبات اللي بتعمل هنا عملية الصبغ خامس اكسيد الفناجون السؤال اللي بعديه طبعا معايا هنا سبيكة بين فلزية بيقول لي هنا في الاختيارات سبيكة بين فلزية يبقى لازم افتكر السبائك البين فلزية هي عبارة عن ايه هي سبيكة مكونة نتيجة اتحاد كيميائي ما بين مكونات السبيكة بحس الديني سبيكة شددت الصلابة بنقول هنا لا تغضع لقوانين التكافؤ في الكيميا عناصرها لا تقع في مجموعة واحدة بيجي اقول العناصر دي مثلا زي سبيكة معايا الالمونيوم ومعايا النيكل معايا الالمونيوم والنحاس طبعا هنا الدهب والرصاص ومعايا سبيكة السمنطايت طبعا يبقى هنا الاختيار طبعا الصحيح هيبقى هنا بالنسبة للاختيارات رقم بيه اللي هي سبيكة بنقول عليها ايه الاشكال الاتية تعبر عن العلاقة بالنسبة الحديد اثناء عملية التحميص والزمن هبص على المنحنيات انا عارفة ان انا في عملية التحميص انا بعمل التحميص ليه اصلا انا بعمل عملية التحميص بنقول لتلات اسباب اول حاجة التخلص من الرطوبة تاني حاجة باكسد الشوائب وارفع نسبة الحديد في الخام طبعا عشان ارفع نسبة الحديد في الخام يبقى انا هنا هزود نسبة الحديد زي ما كنا بناخد طبعا معايا كده في خام السدرايت والليمونايت بيبقى فيه نسبة للحديد هلاقي كمثال مثلا معايا في السدرايت 48.5 لما بعمل عملية التحميص بتزيد نسبة الحديد وتصبح عندي هنا 69.6% اكيد الاختيار اللي انا هاختاره هيبقى الاختيار رقم جيم هنقول ما اخترتش الف ليه لان الف هو جايب لي هنا ارتفاع النسبة من الصفر والحديد طبعا عندي ليه طبعا نسبة بنقول وجود اذا معنى كده وبنقول ليه تركيز اذا معنى كده ان انا هاختار الاختيار رقم هنا جيم هي الاجابة الصحيحة جميل جدا ننتقل للصفحة رقم 8 مع مستر محمود الديب ده برضو السؤال رقم 22 بيقول لي ان اي الاشكال التالية تعبر عن العلاقة بين عدد تأكسود الحديد اللي هو اكس والزمن واي باختزال خام المجنطايد عند من 400 الكم ل700 طيب الفكرة اللي قدامي خام المجنطايد ده خام مختلط يعني بيتكون هنا من اكسيدين اكسيد سوني اكسيد سوليسي طيب الفكرة بتاعت الاختزال اللي انا ببدأ دلوقتي اقل الحالة التأكسود المفروض بتاع الحديد اللي جوها الخام ده بدل ما اخليها مثلا من موجب 3 احاولها لموجب 2 او في بعض الحالات بتبقى بصفر بس هنا هو محدد لدرجة حرارة بيقول لي من 400 الكم ل700 فالفكرة اللي قدامي هنا دلوقتي خالية بتاع المجنطايد حالة التأكسود اللي جوه موجب 2 هتفضل زي ما هي لكن اللي هيقل لي هي موجب كام 3 يبقى المفروض الاجابة الانسب عندنا هتكون المنحنة الاخيرة اللي قدامي اللي هو واخد الشكل علاقة سبتة وعلاقة عكسية طيب السؤال اللي بعده رقم 23 بيقول لي احدى التفاعلات التالية يسلك فيها اكسيد الحديدي كقعدة مين اكسيد الحديدي ده اللي هو اكسيد الحديد السلسي طيب بما ان الحديد في لز يبقى الاكسيد بتاعه فعلا قعدة طيب امتى يشتغل او يعمل دلوقتي كقعدة لما يعمل تفاعل تعادل عندنا تفاعل تعادل يعني حمضه قلوي يدينا ملح ومية طيب يبقى هنا دلوقتي المفروض الاجابة الانسب هتكون الاجابة رقم به اللي هو عندي FE2S3 مع 6HCL كده فعلت حمضه مع قلوي طيب بدأ يديني هنا املح حديد سلسية اللي هو عبارة عن كلوريد حديد سلسي وطلع معك من المي السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا ومنتهى الزكاء بيقول لي بقى يتحول اكسيد الحديديك الى اكسيد الحديدوز او اكسيد حديد مغناطيسي طيب المفروض هنا اطالب عشان يجاوب سؤال زي ده لازم يكون فاهم المعادلات كويس طيب وعارف كل حاجة امت بتحصل اكسيد وامت بيحصل اختزال طيب لما يجي لي مخطط زي ده يا مستر ابتدي اقرى منين هو هنا بيقول لك مين اللي يتحول اكسيد الحديديك يبقى انا بامسك المادة اللي في النص واشوف العملية الاولى والعملية التانية طيب هو هنا دلوقتي المفروض FE2S3 يعني حالة تأكسود الحديد مجاب 3 اتحولت في العملية الاولى بقى FEO يعني حالة تأكسود مجاب 2 يبقى هنا حصل عملية اختزال بنفس الطريقة انا عندي هنا FE2S3 في العملية التانية اتحول لمختلط يعني ايه برضو حصل برضو عملية اختزال فالاجابات اللي عندي هكون الاجابة رقم جيم هي باختزال واختزال جميل جدا يا مستر أهود ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر محمد صالف طالر مستر السؤال معنا سؤال 25 بيقول بامرار غاز سني اكسيد الكابريد في محلول ملح حديد سلاسي فان نبص في المعادلة كويس كده هنلاقي ان كابريتات الحديد السلاسي لما مررنا عليها غاز سني اكسيد الكابريد حولت كابريتات الحديد السلاسي خلته كابريتات حديد سنائي وبالتالي يبقى الحديد السلاسي تحول لسنائي حصلت عملية اختزال ولو لاحظنا كمان هنلاقي ان الكابريتات او الكابريت اللي جواه مجموعة الكابريتات عادت تأكسود موجة بستة خرج زي ما هو بس هنلاقي الكابريت اللي جواه سني اكسيد الكابريت عدد تأكسد موجب 4 يتحول لموجب 6 في النحية الثانية وبالتالي هو بيسألني هنا عن من اللي حصل له أكسده ومن اللي حصل له اختزال إذن اللي حصل له اختزال هو الملح اللي هو كابريتات الحديد السلاسي واللي حصل له أكسده هو غاز ثاني أكسيد الكابريت وبالتالي الإجابة الصحية معنا هي رقم جيم يتأكسد الغاز ويختزل الملح نعايز أقول حاجة هنا في السؤال ده حاجة ضرورية جدا أوقات كتير لما بيجي يقول لي لما ضيف هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد الأمونيوم على أحد أمناح الحديد السناء والثلاسي ويكون ضيف معاها عامل مؤكسد أو عامل مختزل هنا بيبقى فيه شغل مختلف تماما يعني لو جاء قال لي أنا معايا كابريتات حديد سلاسي وأحط عليها هيدروكسيد صوديوم بس خلي بالك أنا كنت حطت ساني أكسيد كابريت يبقى إذا أنا ما بكشفش عن كاتيون الحديد السلاسي أنا بكشف عن كاتيون الحديد السنائي يطلع اللون اللي بيض المغدر اللي هو في بنك المعرفة قال عليه أخضر فتح وخلي بالنا برضو لو كان معايا ملح الحديد السنائي وحطيت عليه عمل مؤكسد زي سنوكسيد منجانيز أو برمنجانات البوتاسيوم دي بتحوله لسلاسي وبالتالي يبقى الكشف هيتغير من حديد سنائي لسلاسي بالنسبة للسؤال رقم 26 بول إحدى التالية تتكون عند وضع شريحة حديد في الهواء الرطب طبعا الحديد في الهواء الجاف لا يصدق إنما في الهواء الرطب يصدق فلما يصدق يتحول لإيه؟ يتحول لأكسيد حديد سلاسي متهدرت وبالتالي بإحنا الإجابة معنا رقم دا خلي بالنا عشان خاطر السؤال ده هيتعرض مع الكيميا الكهربية إن شاء الله لما ناخدها لأن الصدق المركب بتاع الصدق في الكيميا الكهربية هو عبارة عن هيدروكسيد حديد سلاسي طب نطلع من المأذج ده إزاي؟ الهيدروكسيد السلاسي أصلا لما بيتحل بالحرارة بيتحول لأكسيد سلاسي ومية يبقى اللي اتنين زي بعض إن شاء الله ونبقى أخذين بنا منهم معنا السؤال رقم 27 سؤال حلو برضو بيقول لي إذا كانت متفاعلات تفاعل معين قال لي F.E.S.O.L.D. وإداني S.O.M.O.G.A.B.2 والS.O.F.O.R. سالي ب2 أقوص يعني دول محالي المائي يعني أيونات في المحلول المائي وبالتالي أنا بحط الحديد بفعله مع كابريتات النحاس بس ما قال ليش مباشرة طب إلا هيحصل هنعرف بعد كده واخدنا زمان برضو إن الحديد أكثر نشاط من النحاس فيحل محلو وبالتالي يتأكسد الحديد ويختزل النحاس فينتج حديد أقوص إنما النحاس هو اللي هيبقى سلد وبالتالي تبقى الإجابة بتاعتنا هي رقم دال يطلع F.E.M.O.G.A.B.2 أقوص ونحاس سلد خرج من التفاعل الحديد حل محلو وبالتالي يتكون قبل ما نكمل الأسئلة مع بعض كده هنعمل كده عشان في بعض الأسئلة جاء لنا من من أحد الطلاب نشوف الإجابات بتاعتنا مع أستاذتنا في في الستوديوم أستاذ صفاكي عندي سؤال بيقول ماذا يحدث عند إضافة هيدروكسيد السوديوم إلى محلول حمض طبعا أنا لما باجي أعمل عملية هنا ايه بنقول تأين وتفكك لحمض طبعا هنا بيتأين في المية وبيديني طبعا هنا أيون الأستاذ وآيون الهايدرونيوم لما أنا أضيف طبعا إني يبقى أنا بزود تركيز طبعا الأو إتش تركيز الأو إتش بيزيد يبقى معناه كده بنقول إن هنا أيون الهايدرونيوم هلاقيه إن في الحالة دي تبقى لقاعدة لو شكل إيه حيبقى هيحصلوا إيه حبوس ألاقي إن أيون طبعا الهايدرونيوم حيقل في برضو أحد الأسئلة جاء من أحد الطلاب عندنا مستر محمود السؤال بيقول لي كيفية التمييز بين كلوريد الحديد السلاسي وكلوريد الالمونيوم باستخدام السودة الكوية طيب ده السؤال عندنا في الباب التاني بيقول لنا عندي هنا دلوقتي كلوريد حديد سلاسي وكلوريد الالمونيوم طيب أنا بتعامل هنا دلوقتي واضح الاتنين فيهم كلور يعني الاليون هنا دلوقتي خارج الموضوع يبقى أنا دلوقتي بميز ما بين الكاتيونات طيب اللي هو تكشف عن المجموعات التحليلية اللي عندنا هلاحظ المجموعة التحليلية التالتة بيكون فيها الألمونيوم وفيها الحديد السلاسي لما أجي هنا دلوقتي أضيف عليهم هيدروكسيد الصوديوم أو ممكن يقول لي بإسلوب تاني أخط مثلا ماء الأمونيا أو هيدروكسيد الأمونيوم أي حاجة من الحاجات دي ده برضو بيكون صح طيب مع الصودة الكاوية اللي تم برضو بيعمله نفس التأثير هيعمل إيه؟ طيب مجرد لما بحط الصودة الكاوية على يكون يريد الحديد السلاسي بيبدأ يكون إلى راص بني محمر من هيدروكسيد الحديد السلاسي لكن لما بضيفه هنا دلوقتي لهيدروكسيد الألمونيوم بيحصل حاجة بأغربة أو في البداية بيتكون راص بأبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم لما جزود كمية من هيدروكسيد الصوديوم بيلاقي هنا دلوقتي الراس بدا بيبدأ يزوب طيب والسبب العلمي هو له لأن المفروض الألمونيوم ده أكسيده أصلا أكسيد متردد طيب يعني إيه معنى الكلام؟ بيبدأ هنا يدوب بسبب الحكاية دي وبيدينا مركب اسمه ميتة ألمونيات الصدر جميل جدا يا مسؤال فيه برضو أحد الأسئلة جايلي هنا مستر محمد السؤال بيقول إيه بها هل تتغير قيمة ثابت الاتزان بتغير التركيز أو الضغط أو درجة الحرارة؟ تمام السؤال ده حلو جدا ونخلي بالنا منه إن قيمة ثابت الاتزان هي اسمها ثابت المفروض إن هي مجدار ثابت بس نخلي بالنا هي مجدار ثابت ما يتغيرش لو تغير التركيز أو تغير الضغط أو حتى تغير العامل الحفاظ ونسألش عنه بس وإحنا بنقول حتى لو العامل الحفاظ ضيفنا عامل حفاظ أو شيلنا عامل حفاظ كيمة الكيسي تظل سابت لا تتغير إلا بتغير درجة الحرارة فقط خلي بالنا عشان ممكن يسألني هي هتزيد كمان ولا هتقلي لو تغيرت درجة الحرارة؟ لو تغيرت درجة الحرارة ده هيتوقف على نوع التفاعل إذا كان التفاعل طارد أم موس وبنقول للطلبة كلمة صغيرة خالص في الجزئية دي بنقول له لو التفاعل مشي في الاتجاه الطاردي يعني النواتج تركيزها بيزيد وبالتالي تركيز النواتج يزيد في البص ويبقى أكبر إذن كيمة الكيسي تزيد أما لو التفاعل مشي في الاتجاه العكسي إذن كيمة النواتج بتقل والمتفاعلات هي اللي بتزيد يبقى كيمة الكيسي تقل دي هتت نقطة عايز أقول للطلبة كمان نخلي باله من كلمة سابت الاتزان وموضع الاتزان لأن لما أغير التركيز موضع الاتزان يتغير إنما السابت يظل سابت كيسي تظل سابت لو اتغير الضغط وكان عدد المولات في المتفاعلات والنوايج مش متساوي وبالتالي موضع الاتزان يتغير الكيسي تظل سابت العامل الحفاظ لا يغير الموضع ولا يغير السابت يعني دي جزئيات مهمة في التفاصيل نخلي بالنا منها قوي فيه كمان جزئية هو التركيز يقدر يغير كلمة سابت الاتزان أقول لك لو اتغيرت عدد المولات في المعادلة التفاعل الموضع يعني المعادلة كانت مثلا كلها واحد مول ضرب المعادلة كلها في اتنين كمت الكيسي تتغير ولا إضافة مادة صلبة تغير ولا إضافة مادة صلبة تغير من الكيسي لا تغير إضافة العامل حفاظ تساوي عدد المولات في الضغط إضافة مادة صلبة لا تغير من كيمة الكيسي كمان الفكرة بتاعت مستر محمد اللي هو قالها دلوقتي دي برضو حلوة قوي في فكرة عدد المولاد لو عدد المولاد هنا دلوقتي تضرب في اتنين يبقى الكيسي بتتربع طيب لو اتقسم على الاتنين يبقى باضربع في نص يعني اكين بيجيب الجزر بتاعتها فدي برضو ملخوضة مهمة جدا جميل جدا نرجع للأسئلة بتاعتنا تاني ونشوف مع بعض الصفحة رقم عشرة مع الأستاذة صفوة أحمد السؤال طبعا عندي 28 بيقول لي هنا يمكن إزالة خمول الحديد فيزيائيا يبقى هنا أكد لي فيزيائيا أنا بزيل خمول الحديد اللي هو تكون نتيجة ايه؟ نتيجة تفاعل الحديد مع حمد طبعا أن يتريك المركز بتكون طبقة من الأكسيد الغير مسامية على سطح الفلز بتمنع استمرار التفاعل حزيل الطبقة فيزيائيا يبقى بالحق لو كنت حزيلها كيميائيا يبقى بإضافة حمد HCL بس المخصف هنا طالب مني فيزيائيا يبقى هنا رقم جيم الإجابة بالحق تتكون طبقة أكسيد غير مسامية على سطح في العناصر الموجودة قدامي طبعا أكيد هنا الكروم لأن الكروم بنقول عليه طبعا فلز نشط ولكن هنا بيقوم فعل العوامل الجوية من نفس السبب تكون طبقة من الأكسيد غير مسامية على سطحه بنقول حجم جزيئاتها أكبر من حجم جزيئات الفلز نفسه إذن معنا كده بنقول بنختار عنصر أكيد الكروم النسبة بين الحجم الزري العنصرين كلا هما طبعا هنا بيدخل في تكوين سبيكة استبدالية يبقى نفتكر السبيكة الاستبدالية هي طبعا النوع من أنواع السبائك استبدال زرات الفلز الأصلي بزرات الفلز هنا المضاف بس لها شروط شروطي لازم يكون لها نفس القطر نفس بنقول الشكل البلوري ونفس الخواص الكيميائية طالما هنا بيسألني عن الحجم الزري يبقى بيسألني عن القطر يبقى أكيد أنا هختار الإجابة رقم جيم النسبة واحد إلى واحد جميل جدا ننتقل للصفحة رقم 11 مع مستر محمود الدين تقدر مستر معنا السؤال رقم 31 بيقول لي هنا يتم تقدير المركب تقديرا كميا على صورة ايه؟ الفكرة اللي قدامي هنا دلوقتي لازم ركز في راية السؤال لو كيفيا يبقى لازم أعرف الأنيونات والكاتيونات ده حاجة وده حيط طيب لكن هنا كميا أنا يهمني النسبة بتاعة المركب ككل يبقى هنا دلوقتي الإجابة الصحة يكون مركب بأكمله اللي هي الإجابة رقم جيم السؤال 32 كنا قيلينه في حلقة هنا برضو في الشرح الجزء بتاع الباب التاني بيقول لي الغاز الذي يكون راصب عند إمراره على محلول ده عبارة عن إيه؟ الفكرة اللي قدامنا غاز ثاني أكسيد الكربون لما بيتضاف على محلول ماء الجير بيبدأ يكون يتعقر يعني يكون راصب أبيض يبقى الإجابة الصحة اللي عندنا هتكون الإجابة رقم به اللي هو غاز ثاني أكسيد الكاربون السؤال رقم 33 بيقول لي العناصر الائتية مدينه هنا عناصر افترادية طيب بيبقى أنا المفروض معايا الجدول الدوري لو أنا مش حفظ العناصر الأدامة ذي بقى عرفهم العدد الزار بتاعك بيقول لي عندك الإيه 19 اللي هو عبارة عن الكيه هيبقى البوتاسيوم طيب البي 11 هيبقى عندي عبارة عن الصوديوم والـ CA20 هيبقى عبارة عن عنصر الكالسيوم طيب أنا عندي هنا 3 عناصر عايز ايه منهم بقى؟ جل جميع املاح كاربونات هزيه الفل الزيت تزوف في الماء ما عادا طيب احنا خذنا ملخوضة مهمة اوي في الجزء ده كنا بنقول جميع املاح الكاربونات لا تزوف في الماء عموما ما عادة 3 حاجات اللي هو بوتاسيوم صوديوم امونيوم تاني بوتاسيوم صوديوم امونيوم طيب يبقى هنا اللي هيدوب عندي هيبقى ايه بيدوب والبي بيدوب مين مش هيدوب هتبقى سيه بقى الاجابة اللي عندي هتكون الاجابة رقم بي جميل يا سرحون ننتقل للصفحة رقم 12 مع مستر محمد صابر معنا السؤال 34 جل ايا من الشقوق الحموضية الاتية ينتج او ينتج غاز يسبب اختزال الكروم مجاب 6 يحول الكروم مجاب 3 طبعا معنا الشقوق الكابريتات والكاربونات والكابريتيت والنيترات لو احنا افتقرنا هنلاقي ان الشقوق الكابريتيت كان لما بحط عليه على الملح الصلبة بتاعه حمد هيدروكلوريك مخفف كان بيطلع غاز ساني اوكسيد الكابريت اللي كان بيحول اللون وراء كامبلالة بمحلول ساني كرومات البوتاسوم وحمدها بحمد الكابريتات من اللون البرتوان اللون الاخضر يبقى عمل الساني كرومات عمله عملية اختزال وحوله من مجاب 6 لمجاب 3 يبقى ده شقوق الكابريتيت السؤال اللي بعد بقول لي اي المواد التالية يمكن استخدامها لتقليل الاصر الرائحة النفاذة لغاز كولوريدي الهيدروجين الناس تفتكر دايما ان هي بتميز ما بين راسب ولا ما بين غاز ولا ما بين ملح صلب ولا ما بين محلول ملح هنا بيعايز يتخلص من غاز الغاز ده بيتفعل مع مين هل غاز كولوريدي الهيدروجين يتفعل مع ساني اوكسيد الكابريت ولا مع النشادر ولا مع ساني اوكسيد كربون ولا مع كابريتيج الهيدروجين طبعا هو بيتفعل مع النشادر وبيكون كولوريدي الامونيوم اللي هو المركب الصلب اللي بيتسامى اللي كان بيعمل صحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم السؤال اللي بعده بقولي المحلول الماء اللي بيزيب كلوريد الفضة هو محلول السؤال ده ممكن يتفسر بالاتزاني الكيميائي انه طبعا احنا واخدينه مباشر محلول ماء بيداو كلوريد الفضة عندنا محلول الأمونيا اللي هو مركب هيدروكسيد الأمونيوم اللي كان بيداوب كلوريد الفضة بسرعة وكان بيداوب بروميد الفضة ببط واللي كان ما بيداوبش وديد الفضة المقارنة دي مهمة جداً ما بين الكولوريد والبروميد واليوديد وكنا مدخلين معهم كمان الفصفات في شرح الحلقة دي نرجع لها اللي هيكت حلقة تكشف عن عنونات حمد الكابريتيك المركزة تماماً أستر جميلة أسترق ننتقل للصفحة رقم 13 مع الأستاذ صفاء طبعاً قدامي الشكل الأدامي طبعاً هنا أنا أبص على المنحنة وإحنا قلنا طالما قدامي رسمي يبقى لازم طبعاً هنا أبص على الرسم هيكون موجود الإجابة طبعاً في الشكل أنا ضيفة طبعاً هنا محلول إلى طبعاً هنا إيه محلول يحتوي على أنيونات هنشوف ولما حضيف HCL ماذا يحدث لما ضفنا هنا إلى المحلول أكيد طبعاً أنا أبص طالما ضفت HCL يبقى أكيد أنا بتكلم على مجموعة أنيونات كلوريد البريوم كلوريد البريوم يبقى أنا لما بضيفه على بنقول كل من الكابريتات والفوسفات مفروض هنا بيكون عندي راسب أبيض ولكن بنقول الكابريتات طبعاً لا يزوب في HCL بينما الفوسفات بيضوب في HCL يبقى معنا كده لما ضفت كلوريد البريوم محلول كلوريد البريوم في بداية المنحنة أنا شايفة اتكون راسب ولما ضفت HCL ابتدأ الراسب طبعاً هنا بنقول بيقل ثم هنا بنقول فيه الراسب عندي متكون يبقى أكيد اللي داب هيكون طبعاً أنيونات الفوسفات واللي هنا بيظل كما هو راسب أنيونات الكابريتات يبقى الاختيار اللي هو رقم ألف تعال نشوف هنا السؤال اللي بعده باجي أتكلم على مجموعة من التفاعلات أكيد أنا معايا وعارفة كويس جداً أن حمد HCL بيكون أقل ثباتاً من بنقول كده مجموعة النطرات وأقل ثباتاً من مجموعة الكابريتات هبص على المنح اللي بنقول التفاعل B والتفاعل C أكيد طبعاً هنا التفاعلين دول طبعاً لا يحدث لا يمكن يحدث طب التفاعل إيه؟ طبعاً هنا بيانتبع عندي كابريتات الكالسيوم وكابريتات الكالسيوم هنا طبعاً خرجة في صورة محلول وهي بتكون عندي راسب وهي كمان مش موجودة تفاعل في الاختيارات إذن طبعاً الاختيار طبعاً هنا اللي موجود عندي حيبقى الاختيار دل لا توجد إجابة صحيحة جميع التفاعلات هنا قاطئة تعال نشوف هنا في المنحنيات اللي قدامي برضو نفس الكلام في المنحنيات اللي قدامي أنا عندي هنا ببص على إضافة نطرات طبعاً هنا إيه؟ لما بضفها بنقول أنيون الكولوريد بيكون كولوريد الفضة كولوريد الفضة بيكون راسب أبيض بيتحاول اللي بنفسي جي عنده تعرضه للضوء يزوب طبعاً عندي هنا في محلول إنه شادر يبقى هنا أبص على المنحنيات اللي فيها الكولوريد وداب يبقى أنا إما في الشكل الرابع يأما في الشكل التاني طب والبروميد البروميد لما بيكون عندي بروميد الفضة بيكون راسب طبعاً هنا أبيض مسفر بنقول طبعاً عندي هنا بيدوب بس بيدوب ببط إذن طبعاً بيدوب طب وهنا اليوديد اليوديد بيديني راصب أصفر والراصب الأصفر فيه محلول النشادر اللي هو يوديد الفضة لا يزوب إذن معنى كده الاختيار اللي أنا هختاره اللي هو الشكل طبعاً هيكون التاني الشكل التاني هو الشكل الصحيح لأن الكولوريد بيدوب والبروميد بيدوب بينما اليوديد لا يدوب في محلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الأمونين جميل جداً ننتقل الصفحة عقم 14 مع الاستاذ محمود الديد اصارك ام اربعين عندنا بيقول لينا المحلول اللازه يعطي راسب مع اكبر عدد من الانيونات في محلول هو ايه طيب لازم الطالب عشان يجاوب السؤال ده لازم يكون فاهم ويكون مراجع الجزء كاتوتال كده كله اللي هو جزء الانيونات اللي هو عندي مجموعة حمد الهايدروكلوريك مجموعة حمد الكابريتيك مجموعة كولوريد البريوم طيب انت هنا بتقول لي انا بيعطي راسب مع اكبر عدد من الانيونات طيب الايجابة الانسب هنا يكون الايجابة رقم جيم اللي هي نطرات الفضة لي يا مستر طيب رجع كده معي انا عندي هنا نطرات الفضة كنت بميز من خلاله ما بين الكابريتيك وكابريتيك لما اجا احطوهم كان be ninguna راسب اسود في حالة الكابريتيك وراسب ابيض يسود بالتسخين في حالة الكابريتيك طيب ممكن كمان استخدم نطرات الفضة في مجموعة حمض الكابريتيك المركز كان يقول لي أنا دلوقتي لما جاء حط نطرات الفضة بيدينا مع كولور اي جي سي ال رصب أبيض يتحول في الضوء اللون البنفسيجي ويزوب بسهولة في النشادر طيب مع البروم يدينا رصب أبيض مصفر يتحول في الضوء إلى الداكن ويزوب ببطء في النشادر طيب لما جاء حطه مع اليود طيب يدينا رصب أصفر لا يزوب في محلول النشادر كمان في مجموية كولوردي البريوم بيستخدمه مع الفوسفات يدينا رصب أصفر يزوب في النشادر يبقى أنا استخدمته مع حاجات كتير جدا يبقى الإجابة هنا يكون رقم جيم السؤال رقم 41 بيقول لي جميع كربونات الفلزات تزوب في إيه لسه قيلين سؤال كان زيه كده بس بسيغة مختلفة احنا قلنا جميع كربونات لا تزوب في الماء معادة ثلاث حاجات طيب بالنسبة لأحماض لا حضرتك ده بقى بتزوب كلها يبقى هنا الإجابة الصحة جميع كربونات الفلزات تزوب فين في الأحماض طيب السؤال رقم 42 بيقول لي الكاتيون الذي يترصب على هيئة كولوريد طيب قبل ما أكمل محتاج بس أفتكر حاجة هنا هو هنا كاتيون يعني المجموعات التحليلية بيترصب على هيئة كولوريد يبقى كان كاشف هنا المجموعة اللي عندنا هو حمض الهيدروكلوريد خلاص يبقى دي المجموعة التحليلية الأولى اللي هو هنا دلوقتي بيقول لي بيكون لي مركبات على هيئة كولوريد شاح الزوابان فين في الماء طيب لما يجي أرجع للمجموعة الأولى هلاقي أحد كاتيونتها الإجابة به اللي هو عبارة عن أيون الزئبق الأحادي جميل جدا ننتقل الصفحة رقم 11 مع مستر محمد صابر مع سؤال 43 بيقول لي أي من التفاعلات التالية لا تحدث مع محلول هيدروكسيدوستوديوم من هنا مش هيحصل التفاعل مع هيدروكسيدوستوديوم معي واحد بيقول لي بيكون أيونات كربونات مع هيدروكسيدوكسيد الكربون لا ده هو هيدروكسيدوستوديوم مع سينوكسيد كربون بيكون كربونات سوديوم وبالتالي بيطلع أيونات كربونات هيدروكسيدوستوديوم هل يكون أيونات 100 أليونات مع هيدروكسيد الألمونيوم أيوا بيكونها بيكون 100 أليونات سوديوم زائبة تعالوا نشوف رقم جيم دي هل بيكون أيونات هيدروكسايل مع محلول الكولوريد الحديد السلاسي طبعا هو بيكون هيدروكسيد حديد سلاسي راسب وبالتالي مش هيطلع أيونات بالقادر الكافي وبالتالي يبقى هنا المفروض ان هو ما بيكون شعوناتها هيدروكسايل وبالتالي تبع لجابة صحيحها رقم جيم نقطة رقم 44 بيقول لي عند اضافة كمية وفيرة من محلول هيدروكسيد السوديوم لكابريتات الالمونيوم يبقى هناخد هيدروكسيد السوديوم على كابريتات الالمونيوم انه مخطط بيعبر عن كتلة الرأس بمع مرور الوقت هنا لازم نفتكر الالمونيوم بيتفعل او كاتيون الالمونيوم لما بحط عليه الصودة الكوية اللي هي هيدروكسيد الصوديوم بيكون هيدروكسيد ألمونيوم اللي هو راصب أبيض جيلاتيني وده كان بيدف الزيادة من هيدروكسيد الصوديوم إذن لما ببتدى أضيف هيدروكسيد الصوديوم بيبتدي كتلة الراصب تزيد بمرر الوقت لحد لما التفاعل بيخلص وبعد كده بتبتدي تحصل عملية الزوبان إن هيدروكسيد الصوديوم بيتحط بزيادة فالراصب يبتدي إلي تاني فتبقى الإجابة الصحيحة هي رقم دال الراصب كتلته زادت ورجعت قدت لحد لما بقت صفر وبالتالي يختف الراصب النقطة الرقم 45 بيقول الشكل الباني أنهي بيعبر عن النسب بين كتل الراصب المتكونة عند إضافة وفرة من محلول هيدروكسيد السوديوم لثلاث محلل مختلفة تحتوى على واحد جرام من أيون الحديد السنائي والحديد السلاسي والألمونيوم على الترتيب خلينا نفتكر أن هيدروكسيد السوديوم مع الكاتيونات ديها كاتيونات المجموعة التحليات الثالثة كان بيكون مع الألمونيوم للسائلين بيكون هيدروكسيد ألمونيوم راصب بس بيرجع يدوب في زيادة من هيدروكسيد السوديوم وبالتالي يختف الراصب إذن المفروض أن راصب هيدروكسيد الألمونيوم هتبقى كتلته بصفر نشوف في الاختيارات نلاقي الإجابة رقم جيم هي اللي الألمونيوم فيها بصفر بس هنا في ملحوظة هو أي نعم كاتيونات الحديد السوناي وكاتيونات الحديد السولاسي ما بيضبوش في زيادة من هيدروكسيد السوديوم بس المفروض اللي اتنين يبقوا نفسه بكتلة قال لي لا لأن هيدروكسيد السوديوم لما يتفعل مع عملاح الحديد السوناي بيطلع هيدروكسيد حديد سوناي إنما لما يتفعل مع الحديد السولاسي هتطلع هيدروكسيد حديد السولاسي اللي كتلته المولية أكبر من كتلة هيدروكسيد الحديد السولاسي لذلك إن كتلة الراصب بتاع هيدروكسيد الحديد السلاسي هيبقى أكبر من هيدروكسيد الحديد السنائي فتبقى اللي جابها الصحيحة رقم G جميلة وصالحان قبل ما ننتقل للصفحة رقم 16 الوصول الصفحة عندها تعقيب على السؤال اللي كان جاء من أحد الطلبة اللي هو بيقول ماذا يحدث عند إضافة هيدروكسيد السوديوم إلى محلول حمض الأستيلي ده للصفحة أول حاجة أنا بضيف فيه فرق إن أنا أضيف HCl يبقى HCl حيتقين ويديني آيون الهايدرونيوم فبيزيد تركيز آيون الهايدرونيوم اللي موجود في الأستات وموجود في HCl يبقى التفاعل هنا بنقول على طول حيصير في الاتجاه العكسي يبقى معنا كده بنقول بيقل تركيز آيون الأستات لو ضفت إنه يوه يبقى معنا كده بيزيد تركيز الوه بيقل تركيز آيون الهايدرونيوم يبقى التفاعل بيصير عندي هنا على طول في الاتجاه الطرد عشان يعوض النقص في تركيز ايون الهايدرونيام وبالتالي بيزيد تركيز ايون الاسطان نسوء لسنة 2010 جميل جدا نستقزمكم بفصل قصير ونرجع تاني جميل جدا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل مع عززيتنا الأفاضل مستر محمول كنت عايز تقول حاجة والله هو أولا كده أنا بنصح الطلبة بتوعنا في البداية كده إن شاء الله باقتناء كتاب مدرس على الهواء لأن الكتاب ما شاء الله يعني وفره كوكبة فعلا من نجوم التدريس على مستوى الجمهوري كمان الأسئلة اللي احنا بنقولها دي موجودة في المحتوى التعليمي بتاع الكتاب وأغلبها زي ما انتوا شايفين بنظام الأوبين بوك فبعيد عن التعقيد وبعيد عن الحاجات اللي احنا بنشوفها في بقية كتب من غير ذكر أسماء بلاي يعني حرق عالفاضي بالنسبة للطالب وحرق أعصاب كمان لكن ده انت جاي بتدخل في نظام بنظام الأوبين بوك للوزارة قيل عليه فإن شاء الله يا رب يكون في إفادة للطلبة وخصوصا ده مش مادة واحدة ده كل المواد في كتاب واحد فانت مش محتاج تشتري أكتر من كتاب عشان تراجع بي طيب جميل كان ليب تعقيد على المادة العلمية في حاجة عيسة أعضحها للطلبة في نهاية الحلقة والله هو بس الجزء بتاع الاتزان عموما يعني واضح أن الأسئلة حتى اللي جاية جاية على الباب الثالث فباب الاتزان عموما هو باب مهم جدا وعلى فكرة يعتبر ما فيهوش حفظ كتير فانت لو طالب علمي فعلا هتكون لازم تكون فاهم كل جزائية موجودة فيه طيب لما أجل أخص كده على السريع النقطة المهمة اللي موجودة في الباب الثالث مبدئيا لازم أكون فاهم قوي معنى كلمة ثابت التزان والعمل اللي بيتأثر بيها طيب وفكرة العدد المولاد بتأثر على الكيسي ولا لا تاني حاجة وده كان سؤال من أيام السنوية العامة القديمة لازم يتقرر فكرة قاعدة لوشة ليه يعني فيه طلبة كتير تقول لك يا مستر أنا مش عارف هزود إيه وأقلل إيه طب أمشي بأني اتجاه الفكرة بمنطقة البساطة أنا عندي هنا دلوقتي تفاعل عبارة عن كفتين ميزين طيب تفاعل متزين يعني المتفاعلات قد النواتج مثلا طيب لما جي أزود في المتفاعلات التفاعل كده ما بيرتحش مش مرتاح يعمل إيه عايز يرجع لموضع التزان هو أنت زودت فيه في المتفاعلات يقول لك أنا هفقد الزيادة دي أوديا للنواتج يعني إيه معنى الكلام يبقى يمشي دلوقتي التفاعل في الاتجاه الإيه الطردي طيب وقيت أنا بقى مستر محمد لو عندي هنا بقى دلوقتي الزيادة كانت فين في النواتج يرجع للتفاعل العكسي عشان دايما نخفز على موضع الاتزان مستر محمد تحبيب تقول إيه في نهاية الحلقة أنا بس بنعقب مع مستر محمود و بنقول أن موضع الاتزان لازم نطالب إقواخ باله وما بين سابط الاتزان ونخلي بالنا كمان في موضوع التركيز أن لو حصل زيادة نواتج أو نقص متفاعلات يمشي في الاتجاه العكسي والعكسي أحبب بس أوضح هنا كمان جزئية التميق 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 لازم بييجي دايما في أسئلة السنوية وما فيش امتحان سنوية عاما في سن العدد كلاما جاش في تميق لأنه بيجيب لي ملح والملح ده عبارة عن شك موجب وشك سالب يعني فيه شك حميد وقاعدي أنا عشان عارف أحيل لازم يكون فاهم من الحمض القوي ومن الضعيف خلي بالنا علشان خاطر في التحليل الكيميائي كنت بتكلم عن السابط دلوقتي بتكلم عن الحمض القوي والحمض الضعيف كمان بيدخل معاهم قيمة البي اتش والبي او اتش يعني يجيب لي مجموعة أملاح مثلا ويقول لي مين فيهم أعلى بي اتش مين أعلى بي او اتش ممكن يسألني فيهم في الباب التاني يقول لي الأدلة لون الدليل الفلاني مع الملح الفلان هيبقى ايه بننصح الطلبة أنهما تخلي بالهم دايما بالتميق ونخلي بالنا من التميق ونخلي بالنا من حاصل إزابة كمان علشان خاطر الأسئلة بتاعته فيها فهم كتير طبعا في الآخر بحب أقول للطلبة الكتاب مدرس على الهوى فيه كتير من الأفكار الجيدة اللي بتأكد على كل الموضوعات اللي فيها فهم ونخلي بالنا دايما نبص في الكتاب ونشوف كل الأفكار اللي موجودة والطالب اللي اتقابله فكرة جديدة المفروض يطلحها في كتاب أو في كشكول واحده علشان خاطر يراجع الفكرة دي باستمرار إحنا وفرنا على الطالب أن هو يطلع الأفكار في قلب كشكول خارجي وحطي ناله كل الأفكار في قلب كتاب واحد وماش كيميا بس ده فيزيا وأحياء وكل المواد العلمية جميل جدا من أستر محمد فربنا بارك فيه من شاء الله جميل أستاذ صفاء أحب تقول إيه في هذه الحالة أحب برضه أقول للطلبة يعني نخلي بالنا من الباب التالت فعلا هو باب مهم وبيجيب لي ساعات العلاقة ما بين البي إتش وما بين الو إتش وما بين هنا البي إتش وما بين أيون الهايدرونيوم نخلي بالنا العلاقة بين البي إتش وأيون الهايدرونيوم بيكون علاقة طبعا أكيد عكسية وبين البي إتش وأيون الو إتش بيكون العلاقة بينهم علاقة طردية بنتكلم طبعا أن نحنا يعني النهاردة حاولنا أن ناخد مجموعة من الأسئلة من قلب طبعا كتاب مدرس على الهواء الكتاب طبعا فيه مجموعة من الأسئلة هيلة جدا لجميع المواد فيعني دايما بننصح الطالب باقتناء يعني هذا الكتاب وبالتوفيق لكل طلابنا إن شاء الله شرفتونا مستر محمد صادر ونتمنى طبعا النجاح والتوفيق لكل طلابنا العزاء شكرا لكم جدا اشتركوا في القناة